إن عم يجوز هذا قد جعن عمر جعن عمر ذلك وجعن أبي هريرة لمانع من أن المرأة تبادر بقضاء ما عليها في العشر فإن خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض لقوله سبحانه في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه والقضاء أمره موسى فإذا أرادت أن تصوم التسع من ذي الحجة ثم بعد التسع تقضي ما عليها فلها ذلك المهم أنها تبادر بقضاء ما عليها